وزي ما اتكلمت مع حضراتكم كده قبل الفاصل ان احنا كان عندنا كده معتقد وصورة ذهنية ان اي حد بيدخل التعليم الفني سواء كان تجاري او صناعي او حتى تمريد فده يعتبر حاجة كده يعني مش لطيفة عندنا لما يكون حد من الاسرة او من العيلة يدخل هذا المجال لان احنا عارفين ان دايما سنوية عامة هي لليها التركيز الاكتر والافضلية الاكتر والمكانة الافضل وهي اللي بتطيح الكليات الكليات القمة زي المعتقدات كده اللي عندنا برضو كل الصور الذهنية دي الحقيقة بتتغير من سنين قليلة فاتت التعليم الفني في مصر بقى حاجة تانية عشان كده يعني لازم نعرف عنه اكتر واكتر واسمحوا لي ان احنا برضو في البرنامج نفضل كل شوية نقول لحضراتكم ايه اخر التطورات اللي بتحصل فيه المدارس الفنية في مصر لو بنتكلم مثلا عن مدارس التكنولوجيا الطبقية بنتكلم تحتيها 21 مدرسة ال21 مدرسة دول مثلا وغيرهم من المدارس الاخرى طيب اولادنا بعد عدادي نعمل فيهم ايه او بيدخلوها ازاي او مصارفها ايه او بعد ما بيتخرجوا منها بيشتغلوا ايه ولا المفترض يعملوا ايه كل ده اللي احنا نعرفه مع دكتور عمر بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني يا دكتور عمر تحياتي لحضرتك اهلا وسهلا مش عارفة طبعا حضرتك اكيد يعني من المجتمع المصري وعارف ان احنا كان عندنا ثقافة وصورة زهنية كده مش لطيفة عن التعليم الفني وان اي حد بيدخل التعليم الفني ده فهو كتب بايده الفشل في طريقه وان هو مش هيلقي سبيل لي وهو قرر ان يفشل وكلام ده كله الثقافة دي بدأت تتغير وصورة زهنية دي كان قرار من الدولة انها تتغير في الفترة اللي فاتت دي والفترة اللي جاي ان شاء الله المدارس التكنولوجية التطبيقية لو نتكلم فيها في البداية ايه بقى طيب اسمحيني الاول يعني بعد ترحيب بساتك ومشاهدين الكرام خلينا نتكلم بطريقة صريحة شوية اكتر من كده يعني اه انا انا هاخد الجانب الاكثر صراحة واقول لحضرتك انه التعليم الفني المشهور عنه انه ده التعليم بتاع الطالب الفاشل اللي معرفش يجيب مجموع جيد في الشهادة الاعدادية بيخش التعليم الفني لانه ما عندهش فرصة اخرى وانه التعليم الجامعي هو ده البوابة الذهبية للنجاح اه لدخول عالم كل شيء جميل في الحقيقة ده مش موجود في احدة في العالم صحيح كل دول عالم متقدم التعليم الفني هو التعليم الاكثر روقيا لان ده اللي بيأهل الخريج بتاعه للولوج لسوق العمل بطريقة مباشرة بطريقة ميسرة وليه الانتاج سواء كان في مؤسسة او في مصنع او حتى يعمل الشغل الخاص بتاعه مشروعه الصغير عشان كده فيه موضوع مهم جدا اسمه ريادة الاعمال زي انا علم الولد او البنت انه يعمل مشروعه بنفسه ويقدر يتكسب منه ويعيش بطريقة سليمة طب ماذا عن التعليم العالي والعقد المجتمعية الموجودة عندنا كمثال عشان حالك تدخلي ابنك مدرسة معينة ممكن اشترطه ان الاب او الام يكونوا خارجين تعليم عالي وكذلك النوادي والانشطة والى اخر في الحقيقة دولة عملت خطة متكاملة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية انه يبقى فيه اصلاح لمنظومة التعليم الفني يعني الولد عندنا بياخد النظام بتاع الدراسة بتاعه ثلاث سنوات ده بياخد دبلوم فني زائد اتنين زائد اتنين الاثنين التانين دول دبلوم فون متوسط الاثنين الأخارة دول اللي هما الباكالوليوس باكالوليوس تكنولوجي تطبيقي في مجاله اللي هي جامعات التكنولوجية الحديثة اللي الدولة قامت على انشاءها وبالتالي الولد احنا او البنت طبعا احنا ما بنخسرهمش في المجال اللي هما حابوه هما تخصصوا فيه يعني دراسة سبع سنين؟ في المدارس تكنولوجي تطبيقية دراسة ثلاث سنوات ولكن هناك الفرصة بعد كده والولد بيشتغل في سوق العمل وهو بيشتغل في مؤسسه هو عامل مشروعه افريد انه حاب عنده طموح انه هو يحسن المستوى او الكارير الوظيفي في المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها بتطلب انه هو يحصل على مؤهل معين طب انا ممكن اقول حاجة لان برضو اكيد اي وليه امر بيتفرج دراسة يقول طيب انا هدخل ابني مدرسة من المدارس الفنية المحترمة دي هيقعد ثلاث سنين فيها هل بعد الثلاث سنين وبعد ان يكتزهم هل متاح لي ان هو يدخل اي جامعة؟ يعني ولا في جامعات معينة ولا يعني ايه؟ هو فن متاح لي ان هو اخذ شكولات هندسة والكولات النظرية المختلفة في الوضع الحالي ايه الجديد؟ انا بكلم حرطك عن الجديد ده كده كده كمتاح لي بيجي فقل خمس سنين في المية من حقه يخش اللي هو عايزه بعد ثلاث سنين مظبوط لكن بس بشرط انه يجيب المجموع ده ويخش معادلة بالضبط ويخش معادلة حاجة اسمها اختبار معادلة ثم يلتحق بالجامعة لا ايه الجديد؟ الجديد ان انا بديله الصلاحية للشهادة دي خمس سنوات بعد خلال خمس سنة دول هو بيشتغل ومن حقه يدرس بأثر راجعي للشهادة اللي واخدها من سنة او من ثلاثة لغاية خمس سنوات ده الجديد في المنظومة التعليمية ده واحد لكن تعالي النقطة الاهم هو ايه الهدف من الموضوع؟ هل احنا الهدف ان احنا ناخد الشهادة؟ ولا الهدف ان احنا نتعلم حاجة صحة عشان نشتغل؟ لو كان الهدف قدرات الطالب نفسه بالضبط موهبته فين؟ ادور على موهبة ابني او بنتي واشوف هو بيحب ايه وابدأ خليه يحاول يدرس اللي هو بيحبه عشان لما يدرس هو بيحبه يقدر يبتكر ويبدع فيه